قبل ما نشوف الحالة التانية كمان لسه بنعيش في أجواء كاس العالم المصيبة أن التحاد الكرة القدم الفاشل هو اللي بيختار المدرب الجديد هو اللي بيصنع المستقبل ولا في حد حسبه ولا في حد سألهم ولا في حاجة ولا في تخيل أو تصور لأنه ناس راجعين مهزومين بهذا الشكل هم اللي يضعوا خطة المستقبل وهو ما فيش خطة أصلا هو هيشوف مدرب جديد طب هتحسبه إزاي يقولك أصلا ما ينفعش ما نشوف لجان التحقيقة تعمل إيه وإحنا ما فيش وقت فلازم يجيبه مدرب جديد طب ما هو اللي هيجيبه المدرب جديد ده هو اللي هيبقى مسؤول عنه ما هو اللي جاب كوبر هو المسؤول عنه يعني تخبط وما فيش ده في أي دولة في العالم يعني الاتحاد اللي أدى رسالته هم بيقولوا وبيعايرونا أنتوا عايزين إيه إحنا كان عقدنا وكان هدفنا ندخل كاس الأمم الأفريقية وندخل كاس العالم عملنا ده طيب خلاص شكرناكم وحملناكم على الأعناق عند الفشل الناس بتحسبكم خاصة أن الفشل كان سيئاً ومحبطاً أداءاً ونتيجة سلوكاً وأخلاقاً وإدارة وكل شيء يعني والدولة الوحيدة هي وبنما اللي خدوا صفر في المونديال بنما أول كاس عالم في حياتها إلى حد أنهم احتفلوا بيهم في الشوارع بعد عودتهم ومش يعني بالنسبة لهم ده يعني أقصى أحلامهم كل الدول العربية عادت مرفوعة الرأس بنقطتين تلاتة بتلات نقطة بنقطة فيه اللي فاز فيه اللي حقق فوزاً وفيه اللي يعني في النهاية يعني تونس حققت فوزاً في النهاية والسعودية حققت فوزاً علينا والمرب كان يعني كان أفضلهم وحققت عادوا المرب لو تشوفوه يعني مع أسبانيا في الثانية الأخيرة أسبانيا تعادلت ومع ذلك ماشي قلنا خلاص والناس يجب أن تساءل وتحاسب فيقولك ما فيش وقت أنت خلال أسبوع كان ممكن مساءلة اتحاد الكرة تحديد المسئوليات لجانب تحقق وبنشوف كل أوجه الفساد والإهمال والتقصير لكن الناس دلوقتي هي اللي بتجيب المدرب الجديد وهي اللي بتخطط لمستقبل الكرة في مصر معقولة لا أحد يحاسب لا أحد يساءل بهذا الشكل وكمان يصنعوا المستقبل طب حلق أقل الناس تقولوا يا جماعة إحنا فشلنا نقدم استقالتنا نتيح المجال لفكر جديد أنه ييجي والمسألة لو تشوفوا إزاي أنها متعلقة شوفوا اللعب بتاع أرجوي ده دي حالة أنا ما شفتهاش قبل كده أبدا هو بيبكي قبل انتهاء المبرى يعني إحنا عندنا بنتحك قبل وبنتحك بعد وبنتحك كمان لم يكن مناسبا لائقا صحيح اللعب هيقضي أجازة يعني بس أنني أنت عارف أنني أن الناس في حالة حزن يعني أنت فأنني شوفوا الصورة بقى المضادة يعني ده بيبكي أثناء الملع أنني هو أنا في الملديف يعني يعني حنبتهج معك حنعمل إيه يعني حيقولك يعني حدش قالك ما تقضيش أجازتك بس نشر الصور على الصفحة كده في وضع الناس فيها مستاءة وحزينة ومحبطة بسبب الأداء قبل النتيجة بسبب الأخلاق قبل الأداء والنتيجة بسبب التهاون اللي حصل لم يكن مناسبا لم يكن لائقا يعني مش لازم الاستهانة بالأسباب تريزيجية عامل تصريح هو إحنا يعني الدقيقتين اللي تصورناهم في القوض هما دول اللي خلونا هما دول اللي خلونا نبقى مغلوبين يعني محدش قال إن هما دول يعني هو ده اللي خرجنا من المنديال مش هو بس إنما أحد الأسباب والدقيقتين اللي انت تصورتهم دول فضيحة في أي دولة تانية أو في أي فريق تاني ما تلعبش تاني لأن دول أفقدوك تركيزك البحث عن دقيقتين بتلات تلاف دولار لا بيهين اللاعب يا تريزيجية يهينه ويخليك تفقد التركيز ما أنت هتعمل دقيقتين قالوه قناك هزا عايزة دقيقتين طيب دقيقتين إنت عايز ثلاث دقايق إنت بيتبيع خضار وهل يصل اللاعب إلى حالة التشتت بهذا الشكل ما حدش قال إن ده السبب زي يقولك هو صفر الفنانين وصفر الناس هو اللي أدى هو الفندق الزحمة هو اللي أدى للهزيمة كل دي مجموعة أسباب والدليل على كده شوفوا مدرب ألمانيا بتكلم عن النصورة مسعود أزيل مع أردوغان قال لك كده أردوغان سبب الهزيم ليه؟ لأن اللاعب لما التقت هذه الصورة الناس هجمته وقالت له أنت ألماني ولا تركي خاصة أن الألمان عندهم مآخذ على ديكتاتورية أردوغان وعلى ممارساته ضد الأكراد وعندهم مآخذ عليها فبدأوا يهجموه وقالوا ما تخضوهوش كاس العالم ما تخضوهوش في منتخب ألماني فالمدرب بيقولك أنه نتيجة لكده كان يجب أن أنا ما أخدش مسعود أزيل فعلا لأنه تأثر نفسيا وكان أداءه سيء جدا وكان من اللاعب اللي إحنا يعني هو شوف المدرب واضحة هو لقال بقى زي تريزيجيه هي دقيقتين سبب خروجنا من المنديال هي مجموعة أسباب الديتين دول معناها أن اللاعبة لا يحترموا القواعد الإدارية أن اللاعب من أجل 3000 دولار ممكن يفقد تركيزه أن اللاعب ما عندوش أي التزام بقواعد أن الإدارة فشلة ما بتحسبش وكمان تبقى في بجاحة أنه الناس مش تغجل وتقول طب إحنا يا جماعة أخطأنا وفعلا ما كانش يجب بس إحنا الحقيقة أنتوا عارفين اللاعب عمره قصير فإحنا عايزين نكوش نجمع أي فلوس لأن اللاعب 33 سنة وبيبحث بعد كده عن المساعدة ماشي نتكلم معاك يعني إنما البجاحة في أن هم الديتين دول سبب خروجنا من المنديال أسباب ما هي يعني هي سبب هي صورة أزيل دي هي سبب خروج ألمانيا مع أردوغان لا طبعا لكن الراجل بتكلم كلاما علميا إن أنا كان عندي لعب مهم الجماهير هجمته وطلبت إنه ما يدخلش المنتخب حالته النفسية سائت وحالة الجماهير كمان معاه ما كانتش طيبة كانوا بيهتفوا ضده في كاس العالم والحالة لم تكن جيدة يعني فالناس بتصرح نفسها بالأسباب والتحاد ألماني وقدم استقالته على صحف تحاسبهم بشدة وده ألمانيا يعني يعني بطل العالم يعني كان ممكن لك بقى ما إحنا واخدين لكم كاس عالم السنة اللي فاتت بقى أنتوا عايزين إيه إنما ما قالوش كده على استعداد للمسائلة والمحاسبة إنما التحاد فاشل بعيرنا إننا وصلتوك كاس عالم وهو اللي بيبحث الآن عن المدير الفني الجديد اللي هيكمل معانا والاتحاد الفاشل ده محدش هيحاسبه ولا حد هيسائله لأن للأسف الشديد رجعه وقاله إحنا يعني وبعدين نسمع بقى تسمع بعض التفسيرات بدأ بعضهم يتكلم وقولك هو إحنا لو الجون اللي كنا على واشك ده نجيبه هو إحنا لو جون أرجوي ما جاش في اللحظات الأخيرة ما هو نفس المقياس كان ممكن أقولك هو لو ضربة الجزاء بتاعت صلاح ما كنش هنوصل كاس عالم في الثانية الأخيرة يعني لو استخدمنا لو استخدمها لك واستخدمها ضدك يعني في كل الأحوال الاتحاد فاشل لا يجب أبدا إنه يستمر ولا يضع المستقبل عيب قوي إن إحنا نسيب اتحاد هاني أبو خيبة هو اللي بيبحث عن المدير الفني الجديد اللي هيكمل معنا وهو اتحاد مكانه المسألة والمحاسبة أو على الأقل نستنى لغاية من حسبهم ونشوف مين اللي أخطأ المحاسبة هتودينا الفيت اللعب بتاع بل جي كنبالي ده قال جملة عشان تشوفوا إن الكرة القدم عقل وفكر اللي هنشوفوا على الشاشة ده في المؤتمر الصحفي قال البرازيل أقوى مننا أفراد وإحنا لو لعبناهم واحد لواحد هيبهدلونا لكن كجماعات كفريق جماعي إحنا هنهزمهم قال ده قبل المباراة وقال إحنا هنلعب على الفكر الجماعي هنسيبهم هما يلعبوا على الأداء الفردي وحنلعب إحنا على الفكر الجماعي وحنكسبهم وفعلا البرازيل بتتميز بالأداء الفردي يعني أقل لك لو واحد في مواجهة واحد كده هيبهدلونا يعني هم أكثر حرفنا ومهارات لكن إحنا في الأداء الجماعي هنهزمهم شوفوا الناس بتفكر إزاي شوفوا الفكر مش عشوائية وفوضى وخيبة وفشل وبعد كده نسمع اللي طالع يقولك إن هي دقيقتين تصوير السبب هي أحد الأسباب واللي طالع يقولك إن إحنا وصلناكو إنما تطلع بفضيحة وكارثة وجايين كمان تعيرونا وتطلعوا لزانكو وكمان أنتوا اللي بتخططوا للمستقبل الفشل يصنع المستقبل إزاي هطلع فاصل عشان ناقش قضيتنا وهي المتعلقة بالخلاف حول الأثار المصرية في الخارج نعرضها في ناس صبعا بتتكلم عن مكاسب ده ده بيحقلنا مكاسب كبيرة في جذب العالم إلى حضارتنا وتاريخنا جذب السياحة التأكيد على هويتنا لكن في ناس ثانية بتتكلم على إن المنافع المادية ضعيفة جدا إنها يمكن إنها تكون مهددة بالسرقة وبغيرها إن في مخاطر كثيرة إن كمان المبالغ المالية اللي بنحصل عليها ضعيفة وليلة تعالوا الناقش ده وطبعا فيه معرض مصر مهم جدا دلوقتي في موناكو والمعرض الحقيقة حتى بيلقى اهتماما كبيرا يعني لكن القضية في عمومها عرض الأثار المصرية في الخارج المعرض اللي بتقام يعني بعض الناس يقول لك ده بوابة للفساد وبوابة للإهمال وبوابة لضياع أثارنا موسيقى